سؤال يقول حبيبنا السائل في دستوري المركز الإسلامي عندنا ينص على دفع اشتراك عشر دولار شهريا عند الانتساب إليه في حال إذا لم يتم الدفع يحق للجمعية أن تشعره فإن لم يدفع يحق لها أن تسقط العضوية هل يعطب الاشتراك المالي المتفق عليه دينا لا يسقط عنه هون عليك يا رعاك الله هذا ترتيب إداري طواضى عليه فريق من المؤمنين والذي لم يدفعه لم يخرجوه من الملة أخرجوه من الجمعية والجمعية ليست هي الملة لا أخرجوه من الملة ولا من زمرة المتقين لم يغلقوا في وجهه باب المسجد لم يمنعه من إقامة الشعائر لم يعلنوا عليه الحرب لم ينقصوه حقوق الإسلام العامة أخرجوه من هذا النظام الذي تم التوافق عليه طواعية واختياراً لهم أيضاً بإجماعهم أو بإجماع أغلبيتهم تغييره إذا تغير اجتهادهم وجد ما يقتضي هذا التغيير يا رعاك الله إن كنت قد نذرت الوفاء بهذا الرسم فيلزمك الوفاء لحديث من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي إن كان هذا مجرد هبا أو صدق عامة من جانبك فيجمر بك الوفاء بها ولكنه ليس بدين فقد تتغير أولوياتك وتقرر توجيه هذا المبلغ إلى جهة بر أخرى تراها أولى بل اعتبار وعلى كل حال الأمر يسير لا يستحق كل هذا العناء فاثبت على عطائك ودعمك لجمعياتك بارك الله فيه سؤال نختم به وقد طال علينا الأمر اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين